ومبادرة إعلان عام 2019 للتسامح ونبذ التطرف في الإمارات جاءت لتؤكد على أهمية قيم التعايش السلمي والانفتاح على الآخر ففي هذا البلد تعيش أكثر من 200 جنسية في انسجام بين الثقافات والأديان المختلفة التسامح في ظل الثقافات المتعددة هذا هو شعار القمة العالمية للتسامح التي تنطلق اليوم في دبي بمشاركة أكثر من 3000 شخصية قيادية وداعية للسلام وللحديث أكثر عن هذه القمة ينضم إلينا مراسل الحرة مصطفى سكحال صباح الخير مصطفى يعني لو تحدثنا أكثر عن مستوى الحضور في انطلاقة هذه القمة صباح الخير فدوى صباح الخير باسل صباح الخير لكل المشاهدين الكرام نعم هنا في دبي تجري وقائع القمة العالمية للتسامح في أبرز تفاصيل وفعاليات هذا الحدث الذي يواكب عام التسامح الذي أقرته الحكومة الإماراتية للعام 2019 موضوعات أبرزها المساواة بين الجنسين غرس السلام المجتمعي والوئام داخل المجتمعات والتسامح والاستدامة والتركيز أيضا وأكثر مجال يهم هنا المشاركين دور الإعلام في نشر رسالة التسامح عموما للحديث أكثر أرحب بضيفي البروفيسور سليم دكاش رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت بروفيسور سليم أهلا وسهلا بك صباح الخير صباح المشاهدين جميعا أهلا وسهلا بروفيسور سليم ما الذي يطرح نفسه بإلحاح في قيمة التسامح التي تبحث في هذه القمة العالمية وسط هذا الحجد الكبير من المتخصصين والخبراء والمؤثرين نعم أولا شكرا لحكومة الإمارات التي دعت إلى هذا اللقاء العظيم حول مفهوم التسامح ثانيا التسامح أعتقد يستأهل بالفعل قمة وقمة عالمية لكي نفكر معا في هذه القيمة والفضيلة العظيمة التي لابد للإنسان اليوم أن يكتسبها لأنها هي ثقافة وكل ثقافة هي بحاجة إلى تثقيف إلى اكتساب إذن من الطبيع أن نجتمع سوية هنا في جميرا في دبي للحديث عن هذا الموضوع هذه الفضيلة التسامح يقوم أعتقد على موقف إنساني مهم هو التعاطف التعاطف مع الآخر الانفتاح على الآخر القبول بالآخر وخاصة الآخر الذي هو مختلف واليوم نحن نعيش في ظل ثقافات متعددة وأديان متعددة وطيارات ومشارب متعددة في العالم هنا تحديدا بروفيسور سليم مسألة التعصب نبذ الآخر أو رفض الآخر ومجتمعات عديدة تعيش مشكلات عويصة في هذا الإطار ما هي المقترحات التي يمكن أن تضاف أو تقدم لحكومات دول تعيش هذه المشاكل؟ صحيح هناك أدوات اليوم على مستوى الجماعات على مستوى الأفراد على مستوى المؤسسات التربوية وغيرها على مستوى المجتمع المدني التي نستطيع أن نضعها موضع التنفيذ وموضع العمل لكي هذه الفضيلة التي هي التسامح تدخل في القلوب وفي العقول أعتقد أن الأداة المثلة والأساسية التي اليوم نشتغل عليها كثيرا هي الحوار يعني يكون هناك جلسات حوار يكون هناك مجال للإنسان لكي يعبر عن ذاته عن مكنوناته عن تعصبه ربما وعن أفكاره لكي يصير هناك هذا التعاطف لكي يصير هناك هذه القدرة في اللقاء مع الآخر وصلت الفكرة بروفيسور سليم دكاش رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت لبنان شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا نعم فدوى باسل محور أيضا يطرح نفسه عن تحفيز الشباب وطلاب الجامعات للتمسك والتشبع بروح التسامح كقيمة مكرسة في المجتمعات ويرسخها هذا العنصر المهم في المجتمع إليكما شكرا جزيلا لك مصطفى كنت معنا من القمة العالمية للتسامح مراسل الحرة مصطفى سكحان نحن أيضا كنا قد سألناكم متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي هل الوصول لمجتمع متسامح تماما هل هو هدف واقعي يمكن تحقيقه أم لا النتائج جاءت كالتالية 58% قالوا لا لا يمكن تحقيقه بينما كان هناك جانب متفائل لا بأس به 42% قالوا نعم وللحديث أكثر معنا من القيرة أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق صباح الخير دكتور سعيد بداية نريد أن نعرف رأيك هل الوصول لمجتمع متسامح تماما هل هو هدف واقعي أم أنه حلم باليوتوبيا الخيالية ربما من الممكن أنك تصل إلى مستوى معين من التسامح لكن طبعا أنت محتاج لفتاة طويلة خذ دول إسكندنافيا ترجمة نانسي قنقر